عصرت كم جيل في الأهل يا كابتن الحليم؟ عصرت طبعا الجيل الأساسي طبعا اللي هو الكابتن شطة وكابتن صفوت كابتن صفوت عبد الحليم صفوت عبد الحليم الله رحمه وطبعا بعد كده كابتن مصطفى عبدو كابتن خطيب يعني لحقت كده وبعدين لقيت مع كابتن خطيب كبير كبير يعني كابتن طبعا مجد عبد الغني وخالق جدالة وطهر وطهرة بوزيد وعلاء ميهوب دول يعني زمايل من فرقة الناشئين سن واحد بالزبط يعني بالتحديد طلعين مع بعض مجدي طبعا وخالد وكده أكبر مننا سنتين ثلاثة كابتن مختار كابتن محمد عامر كابتن مه همام كله دول طبعا اللي هو جيل الأواخر السبعينات والثمانينات كلها يعني أكتر حاجة يعني ما تقدرش تنساهف مشوارك مع الندي الأهلي أكتر لحظة أكتر بطولة أكتر مطش مايروحش من زكرة محمد حشيش والله الحقيقة يعني مطشق كتير يعني يعني لعبت في الفترة الصغيرة اللي لعبتها في النادي الأهلي لعبت كم مبارات كتيرة وخدت بطولات كتيرة وكان وقتها أنت عارف يا أحمد ما فيش بطولات كتير كان هو دوري وكاس وبطولة إفريقيا ما كانش بقى السوبر المصري والسوبر الإفريقي والفدرالية وكاس عالم أندية وبطولة عربية ما كانش فيه كلام ده هي هي اللي عملت العدد أو يعني المطشق خلتها كتير بالنسبة للعيبة نحن كان مطشق محدودة حتى الدوري العام الدوري العام كانت 12 فرقة فكنت عشان أنت تلعب مثلا 22 مطش ده اللي هو كل مطشق بطل يعني وخصوصا في الفترة دي اللي كانت مليئة بالنجوم يعني النادي الأهلي الفترة أنا كنت بالعب فيها كان المركز الأساسي واللي احتياطي فيه منتخب مصر كانت فترة صعبة وملئة بالنجوم يعني طبعا طبعا